زي ما شوفنا قبل كده مجموعة حل المتبينة في طه وفي صاد نشوف مجموعة حل المتبينة في نون ازاي احل المتبينة في الاعداد النسبي يعني ايه متبينة؟ كلمة متبينة جاية من التباين والتباين معناه الاختلاف يعني حاجة اكبر من حاجة او حاجة اصغر من حاجة والعلامة بتاعتها خدناها قبل كده في المرحلة الابتدائية كان زي ما بيقول لي ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي اكبر من او اصغر من دي اسمها متبينة ويساوي اسمها معدل يعني المتبينة هي جملة رياضية بتحتوي على متغير اسمه سين وتتضمن علاقة اصغر من او اكبر من او اصغر من او يساوي او اكبر من او يساوي طب حل المتبينة يعني ايه؟ هو إيجاد العدد أو الأعداد التي تحقق المتبين نفس طريقة المعادلة بالظبط ولكن الاختلاف في مجموعة الحل وفي حاجة تانية حنقولها في وقتها إن شاء الله طب مجموعة التعويض للمتبينة نفس الكلام هي المجموعة التي ينتمي إليها المجهول أو المتغير في المتبينة يعني المجموعة اللي إحنا بنتعامل معاها بس طب مجموعة حل المتبين هي مجموعة العناصر اللي بتنتمي المجموعة التعويض واللي بتحقق كل منها المتبين بيقول لي أوجد مجموعة حل المتبينات الآتية في نون رقم 1 30 ماقص 1 أصغر من 5 بنفس الطريقة اللي كنا بنحل بيها المتبينة قبل كده اللي اختلاف في مجموعة الحل حنشوفها إن شاء الله 30 أصغر من 5 زائد 1 عملت إيه؟ بإضافة موجب 1 للطرفين يعني 30 أصغر من 6 بالقسمة على 3 أو بالضرب في 3 يعني سين أصغر من 2 إيه هي الأعداد النسبية اللي أصغر من 2؟ ده عدد لا نهائي فبكتب مجموعة الحل إزاي؟ سين حيث سين تنتمي لنون وسين أصغر من 2 الصورة النهائية للمتبينة بحطها زي ما هي تانية 5 سين زائد 3 أصغر من أو يساوي 5 أخلص من إيه؟ تمام أخلص من الموجب 3 أحط لها سالب 3 يبقى بإضافة سالب 3 للطرفين يعني 5 سين أصغر من أو تساوي 2 بعد كده أتخلص من الخمسة يعني أقسمها على 5 أو أضربها في 5 المعكوس الضرب يعني سين أصغر من أو تساوي 2 على 5 تبقى مجموعة الحل سين حيث سين تنتمي لنون وسين أصغر من أو تساوي 2 على 5 طب نشوف المتبينة الثالثة 2 سين ناقص واحد أصغر من 3 سين زائد 2 أصغر من 2 سين زائد 5 المتبينة اللي فاتتوا اللي قبلها كانوا طرفين طرف أيمن وطرف أيصر لكن المتبينة اللي قدامي طرفين ووسط عايز أخلص من إيه قال لي في المتبينة اللي فيها طرفين ووسط دايما نخلي السين في الوسط واخلص من السينات اللي في الطرفين ألاحظ أن اللي في الطرف الأيمن 2 سين والطرف الأيصر 2 سين لو أضافت للمتبينة كلها سالب 2 سين إيه اللي هيحصل؟ هخلص من السينات اللي على الطرفين ويتبقى عندي السينات اللي في الوسط بس يبقى بإضافة سالب 2 سين للمتبينة يعني 2 سين مقس 2 سين مقس 1 أصغر من 3 سين مقس 2 سين زائد 2 أصغر من 2 سين مقس 2 سين زائد 5 يعني سالب 1 أصغر من سين زائد 2 أصغر من 5 بإضافة سالب 2 يعني سالب 3 أصغر من سين أصغر من 3 إذن مجموعة الحل سين حيث سين تنتمي لنون وسالب 3 أصغر من سين أصغر من 3 ناخد بالنا من المتبينة الرابعة بيقول لي 5 أكبر من 3 ناقص 2 سين احنا متعودين دايماً إن السينات تبقى في الطرف الأيمن ما فيش مشكلة لو جات في الطرف الأيصر بإضافة سالب 3 للطرفين يعني 5 ناقص 3 أكبر من 3 ناقص 3 ناقص 2 سين يعني 2 أكبر من سالب 2 سين عايزين نتخلص من إيه؟ آه سمع واحد بيقول لي عايزين نتخلص من سالب 2 أعمل فيها إيه؟ أضربها في سالب نص المعكوس الضربي بتاعها وضربت في سالب عشان أخلص من السالب لأن سالب في سالب بموجة لكن ناخد بالنا من حاجة مهمة جداً ضربت في عدد سالب يبقى لازم علامة التباين تتبدل لو أكبر من تصبح أصغر من لو أصغر من تصبح أكبر من يعني 2 أكبر من سالب 2 سين لما ضرب الطرفين في سالب نص يعني 2 في سالب نص أصغر من سالب 2 سين في سالب نص يعني السالب 1 أصغر من سين ممكن نقراها من ناحية السين إحنا قلنا سالب 1 أصغر من سين يعني سين أكبر من السالب 1 يبقى مجموعة الحل سين حيث سين تنتمي لنون وسين أكبر من سالب 1 طب نشوف مع بعض مثال أوجد مجموعة حل المتباينة الآتية في صال 3 سين نقص 2 أصغر من سبعة نفس طريقة الحل بتاعت المعادل 3 سين نقص 2 أصغر من سبعة أنا عايز أوجد قيمة سين يعني أخلص من كل اللي حواليها في نفس الطرف معاها أخلص من إيه الأول اللي مجموعة لها أو مطروح منها وبعد كده أخلص من اللي مضروب فيها يعني عايز أخلص من سالب 2 أضف لها المعكوس الجمعي بتاعها اللي هو مجموعة 2 يبقى بإضافة مجموعة 2 بس للطرفين إذن 3 سين ناقص 2 زائد 2 أصغر من سبعة زائد 2 يعني 3 سين أصغر من 9 جات منين التسعة سبعة زائد 2 عايزين نخلص دلوقتي من إيه نتخلص من الثلاث والثلاثة إيه علقتها بالسين ما الضروبة فيها يبقى أسم على ثلاث يبقى بالقسمة على ثلاثة طبعا الطرفين ثلاثة سين على ثلاثة أصغر من تسعة على ثلاث يعني سين أصغر من ثلاث طب هو قال لي مجموعة الحل فصاد يعني إيه فصاد يعني لازم النتج يطلع أعداد صحيح وآخر خطوة عندي طلعت سين أصغر من ثلاث إيه الأعداد الصحيحة اللي أصغر من ثلاثة اتنين واحد وصفر وما أقفش لحد كده لسه في أعداد صحيحة وسلب واحد وسلب اتنين وسلب ثلاثة وهكذا وهي دي مجموعة الحل طب نشوف بعض خواص التباين في طه وفي صاد وفي نون عشان أعرف أحل المتبينات أو الخاصية خاصية الإضافة زي ما قلنا في المعدلات لأي ثلاث أعداد طبيعية أو صحيحة أو نسبية اسمهم ألف وبه وجيم لو عندي ألف أصغر من به يبقى ألف زائد جيم أصغر من به زائد جيم يعني الطرفين لو زودت على يمين حاجة وعلى الشمال نفس الحاجة التباين هيفضل زي ما هو يعني لو عندي مثلا ثلاثة أصغر من خمسة وزودت على يمين اتنين وزودت على الشمال اتنين يعني ثلاثة زائد اتنين وخمسة زائد اتنين الطرف اليمين أصبح كام؟ خمسة والشمال سبعة يعني الطرف الأيمن فضل برضو أصغر من الطرف الأيسر طب الخاصية التانية خاصية الضرب لأي ثلاث أعداد طبيعية أو صحيحة أو نسبية اسمهم ألف وبه وجيم لو عندي ألف أصغر من به وجيم ده عدد موجب يبقى ألف في جيم هيبقى أصغر من به في جيم يعني إيه؟ نشوف مع بعض نتفقنا ثلاثة أصغر من الخمسة طرف اليمين أصغر من الطرف الشمال لو ضربت اليمين في عدد موجب زي اتنين مساء والطرف الشمال ضربته برضو في اتنين يعني ثلاثة في اتنين بستة وخمسة في اتنين بعشرة هل الطرف اليمين فضل أصغر من الطرف الشمال؟ أيوا فعلا الستة اصغر من عشر لكن لو فرض ضربت في عدد سالب يعني اذا كان الف اصغر من به و جيم عدد سالب فانا الف جيم اكبر من به جيم ازاي الكلام ده نشوف مع بعض احنا متفقين المثال بتاعنا تلتة اصغر من خمسة لو ضربت ال� Li 3 في سالب اتنين والخمسة في سالب اتنين تلتة في سالب اتنين بكام بسالب ست والخمسة في سالب اتنين بكام بسالب عشرة إعلقة سلب 7 بن سلب 10 سلب 6 أكبر من السلب 10 يعني الطرف الأيمن هيصبح أكبر من الطرف الأيصر وهو ده الاختلاف اللي ما بين المعادلة والمتبينة اللي قلنا عليه يعني فيه اختلافين ما بين المعادلة والمتبينة أول اختلاف مجموعة الحل تاني اختلاف أني لو ضربте في عدد سالب أو أسمت على عدد سالب الطرفين بتوع المتبينة علامة التبين تتبدل لو كانت أصغر من تصبح اكبر من ولو كانت اكبر من تصبح اصغر من خاصية كمان اللي هي خاصية الحزف لأي ثلاث اعداد طبيعية او صحيحة او نسبية الف وبه وجيم وكان عندي الف زائد جيم اصغر من به زائد جيم استفيد ان في الف اصغر من به يعني احزف الجيم مع الجيم يعني سين زائد 3 اصغر من 8 ممكن اكتبها بالصورة دي سين زائد 3 اصغر من 5 زائد 3 ماهي التمانية فكتها الخمسة زائد التلات أقدر أحزف التلاتة مع التلاتة أيوة فعلا يبقى سين أصغر من خمسة طب هل الحزف الضرب كمان؟ أيوة فعلا الحزف الضرب بس ناخد بالنا الحزف ده كان مجب ولا سالب ناخد بالنا كويس لو ألف في جيم أصغر من به في جيم وجيم دي مجابة أستفيد أن ممكن أحزف الجيم مع الجيم وتفضل ألف أصغر من ال به لكن لو كانت الجيم سالبة أستفيد أن ألف حتصبح أكبر من به يعني 3 سين لو كانت أصغر من 12 يعني 3 في سين أصغر من 3 في 4 اللي هي 12 ممكن أحزف الثلاثة مع الثلاثة أيوة دي مجابة ومضروبة مش هتأثر يعني سين أصغر من 4 لكن لو كانت سالب 2 سين أصغر من 8 ممكن أكتبها سالب 2 سين أصغر من سالب 2 في سالب 4 مش الثماني عبارة عن سالب 2 في سالب 4 أحزف سالب 2 مع سالب 2 بس ناخد بالنا حزفت عدد سالب كان مضروب يبقى بدل علامة التباين على طول هتصبح سين اكبر من سالب اربعة طب نشوف مع بعض بعض المسائل على المتبينات رقم واحد اتنين سين ناقص ثلاثة اكبر من سبعة عشان نحقق المتباينة يبقى سين اكبر من كام خمسة ولا ستة ولا سالب خمسة نحل المتباينة اتنين سين ناقص ثلاثة اكبر من سبعة نتخلص من مضبوط سالب ثلاثة يبقى باضافة موجب ثلاثة للطرفين اتنين سين ناقص ثلاثة زائد ثلاثة اكبر من سبعة زائد ثلاثة اذا اتنين سين اكبر من عشرة وبالقسمة على اتنين اذا اتنين سين على اتنين اكبر من عشرة على اتنين يعني سين اكبر من خمسة يعني الاختيار الاول رقم 2 بنقول حل المتبينة الآتية حيث سين تنتمي لطه يعني مجموعة الأعداد الطبعية مع التمثيل على خط الأعداد 6 أصغر من أو يساوي 7 سين زائد 6 أصغر من أو يساوي 27 المتبينة احنا تعودنا على شكلها تكون طرفين لكن المتبينة اللي قدامي طرفين ووسط يعني في طرفين وفي حد أوسط في النص بحلها ازاي؟ دايما نخلي السينات عندي في الوسط هي موجودة قدامي في الوسط يبقى أتخلص من اللي حواليها أتخلص أولا من موجب 6 اللي مجموعة على السبعة سين أحط لها سالب 6 يعني بإضافة سالب 6 طب فين حضيف السالب 6؟ للطرفين والوسط في كل جزء في المتبينة يعني 6 ناقص 6 أصغر من أو تساوي 70 زائد 6 ناقص 6 أصغر من أو تساوي 27 ناقص 6 إذن صفر أصغر من أو تساوي 70 أصغر من أو تساوي 21 أتخلص من 7 والسبعة مضروبة في سين يبقى بالقسمة على 7 صفر على سبعة فيها صفر أصغر من أو يساوي سين أصغر من أو يساوي 3 يعني إحنا شايفين قدامنا أن السين محصورة قيمتها ما بين 0 و 3 يا إما صفر يا إما ثلاثة يا إما اللي بينهم إذن مجموعة الحل تساوي 0 و 1 و 2 و 3 أمثلها على خط الأعداد أعلم عند كل نقطة من نقطة مجموعة الحل عند الصفر وال 1 وال 2 وال 3 ووصلهم ببعض طيب نشوف مسألة كمان على المتبينة حل المتبينة الآتية حيث سين تنتمي الصاد مجموعة الأعداد الصحيحة يعني حاخد السوالب كمان معي لو كانت موجودة مع التمثيل على خط الأعداد سالب 2 أصغر من 3 سين زائد 1 أصغر من 4 مسائل بقت سهلة أتخلص من إيه؟ من مجب 1 أحط له سالب 1 يعني بإضافة سالب 1 للمتبينة إذن سالب 2 ناقص 1 أصغر من 3 سين زائد 1 ناقص 1 أصغر من 4 ناقص 1 إذن سالب 3 أصغر من 3 سين أصغر من 3 بالقسمة على 3 إذن سالب 1 أصغر من سين أصغر من 1 يعني السين قدامي محصورة ما بين سالب 1 و 1 إيه هو العدد الصحيح اللي محصور بين سالب 1 و 1؟ صف طب هلأخد سالب 1 في مجموعة الحل؟ لا مش هاخده طب هلأخد 1 في مجموعة الحل؟ برضو مش هاخده ليه مش هاخدهم معايا في مجموعة الحل؟ عشان مفيش عند علامة التباين أو يساوي يعني كإنه بيقولي السين محصورة بين العددين دول بس مش داخلين هم كمان في مجموعة الحل؟ يعني مجموعة الحل تساوي صف ومثل على خط الأعداد عند الصفر وعلم عليه يبقى هو ده مجموعة الحل طب نشوف كمان مثال حل المتبينة 3 سين ناقص 1 أصغر من أو تساوي 2 سين زائد 3 حيث سين تنتمي لنون الحل 3 سين ناقص 1 أصغر من أو تساوي 2 سين زائد 3 نقول بإضافة سالب 2 سين للطرفين يعني 3 سين ناقص 2 سين ناقص 1 أصغر من أو تساوي 2 سين ناقص 2 سين زائد 3 يعني سين ناقص 1 أصغر من أو تساوي 3 طب نخلص من سالب 1 تمام بإضافة موجب 1 للطرفين يبقى سين ناقص 1 زائد 1 أصغر من أو تساوي 3 زائد 1 إذن سين أصغر من أو تساوي 4 طب هو بيقولي سين تنتمي لنون يعني مجموعة الحل تساوي إيه؟ 4 وكمان معها كل الأعداد النسبية اللي أقل من 4 طب أعرف أكتبها إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض هقوله إذن مجموعة الحل تساوي سين حيث سين تنتمي إلى نون وسين أصغر من أو تساوي 4 طب نشوف كمان سؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة وهو أي اللي معلومة؟ إذا كانت سين أكبر من صاد فإنه؟ خدوا بالكم السين أكبر من صاد رقم 1 صاد أصغر من سين صواب أم خطأ؟ أحسنتم صواب رقم 2 سين أس ثلاثة أكبر من صاد أس ثلاثة صواب أم خطأ؟ تمام صواب رقم 3 سين في صاد أكبر من صفر صواب أم خطأ؟ يعني هو حدد لي أن سين في صاد لازم يكون حصل الضرب بتاعهم عدد موجب طب مين قال؟ مش يمكن السين عدد موجب والصاد عدد سالب؟ يعني العبارة خاطئة رقم 4 صاد تربيع أكبر من صاد خدوا بالكم واحد حيقول لي العبارة صحيحة لأن أي عدد لما ربعه حيبقى أكبر من نفس العدد لكن خد بالك لو الصاد دي قيمتها واحد لما أربعها هتصبح واحد يعني مش حقدر أقول أن صاد تربيع أكبر من صاد لو كان في أو تساوي كنت اعتبرتها صح لكن كده العبارة خاطئة رقم 5 سين زائد صاد أكبر من 2 صاد شايفين كويس؟ فوق أي اللي المعطة إن السين أكبر من صاد لو أضفت صاد للطرفين هتبقى سين زائد صاد أكبر من 2 صاد يعني العبارة صحيحة شكرا لكم